سلامة و مرحبا بكم في فيديو سيد من فيديوهات ادبارة ستي رمضان كيف العادة باش امبرتاج معاكم ادبارة كاملة اول حاجة ابديت بيها ابديت بالحاجة الحلوة عملت كعبة يو يو عملت كمية صغيرة اخذت كعبة عظمة كهوة اخذت كعبة عظم فاقصتها في الكيس و قد ما جاني كمية العظم حاتيت سكر بي كمية العظم كعبة زو 3 اربعة تفاقصوها في كيس و نفس الكمية اللي يعطيها لكم العظم كاملو بيها بقيت بمكونات دونك كيس عظم كمية عظم عليها نفس الكمية السكر خلط العظم والسكر حاتي اللي نذيب السكر بالبهي في العظم زيت نفس الكمية زيت كيس زيت نابتي و كيف كيف كيس احليب خلط كل شي مع بعض و كيف ما قاعدين تشوفو و هونيا بيش نبدأ نزيد في الفارينة بشوية بشوية و بتبيع ما ننسيوش الخميرة انا بما انها كمية صغيرة حاتيت تقريبا 3 اربعة الباكو و هونيا قاعدة نزيد في الفارينة بشوية بشوية حاتلينت حصلت على القاوم هذية شفتو القاوم كيفش يجي دهنت المخليتهش ترتاح دهنت اه الطاولة اه بالزيت و حليت اه العجينة بداية و الا بالقلقال كو بيحد كيفش اه الخشن هذيك ما نعملوش اخشنه برشا بش ما يجينيش اه معجن هني عندينا القلب هذية متاع متاع اليو يوم معناش نعملو بكيس و مبعد نعملوه كالنقبة هذيك الوسطانية اه بكيس اخر و الا باي حاجة عنا هونيا على كبر العجينة اللي عندي بش نشكل اليو يو هكي ما قاعدة نشوفو و نحط فوق الطاولة بتبيعه طاولة تكون مدهونة بالزيت كملت الكمية اللي عندي الكلتها وبش نتعدى نقلي سخنت الزيت بالبيهي على نار متوسطة مش نارة عالية خاطر كيمت نحطو نارة عالية اول ما نحطوه بش يحمر و من يحمر من برا و من دي خليو قاعد اه ناية هكي نقليهم على نار متوسطة شدوا رواحهم نقلبهم نقعد نقلب فيهم حتى لين اه اللون اللي نحب عليه هي من فصح سنها كيكون لون ذهبي هكا مزين نخرجه بالنسبة للشحور عندي اه شحور من اقبلة نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف فما حاجة طريقتي كين تحبوا اليو يجيكم شحر من برا و يكون شايح من داخل تخليو اليو يبرد و تشحروه بشحور سخون لكن تحبو اليو يكون شابع بشحور من داخل و من برا كيفما انا اليوم حبيتو شفتو مزيت نخرج كعبة اليو يو وهي سخونة و نحطها في شحور بارد نخليها شوية ثواني و نخرجها انسقطر هذو ما ترقتين تحروا اليو يوم تيحكم كيفما تحبو تحبوه شايح من داخل و الا تحبوه نبغي ما الشابع بالشحور كملت انا قليت اليو بنفس الطريقة و نخرج من الزيت نحط في في الشحور و في الصفية وهو هكيك اول ما نخرجه من الصفية نحط عليه شوية جلجلين نزينه بالجلجلين كملت مع اليو يو خليتو يتسقطر تعديت بش نعمل الشربة بش نعمل شربة تلسين عصفور خليت الكسرونة حتيت فيها نفس الشربة مغارفة مغارفة طماطم شوية هريسة عربي مغارفتين ثلاثة زيت شوية ملاح شوية فلفل احمر كركم تابل و رشا فلفل اكحر و كيف كيف البصل البصل والثوم نحيتهم مع بعضهم رس البصل صغرون موش كبير برشا معها ثلاثة اربعة فصوص ثوم شوية كلافز نحط كل شي مع بعضه نزيدو شوية ماء انا مش نعملها بالفرويد مير ذاك كان هعملوها بالجيج نحطو الجيج من اللول ولا الحم فرويد مير وحوت نحطوهم بعد حتيتها تتقلى حتيت كل شي تقلى على القاس عديد مش نعمل شوية خبز في كيس حتيت ميتين ميلي لتر ماء ساشي خميرة خبز و شوية صقر خليتهم اتفعلوا مع بعضهم في العجنة حتيت 300 ميلي لتر حليب قلت حليب 300 ميلي لتر نو 300 جرام اسميد ارتب زيتو ميتين جرام فارينة مغارفة صغيرة ملح فوحتوا اينا بلفة حذية متاع الخبز اللي خلطو معاكم سجلجلين و سنوج و حبة الحليوة و بسبيس حتيت شوية حليب بودر اختياري كان عندك حط ما عندكش نجم تعاوضوا بالحليب ولا بالياغورت ولا بالبن ولا اعجن بالماء من غير ما تحط دي ما نقول لكم حليب و مشتقاته راهو يعاون الخبز بش يجي اترا هوني انا انسيت الزيت حتيت مقدار ثلاثة مغارف زيت و خليتهم يتعجنوا قعد تنزيت في الماء تدفي بشوي بشوي حتى لين تلمت معاين عجينة و خليتها تتعجن اللي هني شربة هاي خذيت غلوة بهي مقعد لي كان بش نمرق انخلط انغتيها و انخليها اتيب على راحتها ارجعت الخبز هوني يأسية تعجن عجنتو مدد خمسة ستة دقايق هكيكا هكيكا كان القاوم تيعو هاو كا ميجيش كيما خبز الطابونة ميجيش اه ميجيش تري برشة و ميجيش هيب الزيتة خليتو اه بش يخمر على بلاستو ولا تنجمو تبادلوها اه من الصحفة و تخليوها يخمر تغطيوه بالبهي و تخليوها يخمر تعاديت بش نحضر طبق الرئيسي لليوم ان شاء الله بش نعمل سحن تونسي سحن تونسي كيما تعرفوا برشة سلايت بديت بسلاتة الولى اللي هي سلاتة مكهورية دونك قصيت اسفنيريا و كيف كيف عملت سلاتة باتاتا الباتاتا بش نحط نصمتها في شوية مي و كركم و اسفنيريا في شوية ملح اكهو اه مع ال مع سحن تونسي كانت تفكروا في تحضيرات رمضان كان مشوتوش الفيديو و تنجيت نحطه لكم في صندوق الوصف عملت دي بغوشيت عملت كباب و عملت شيش تاوق جبتهم الكونجيلاتور حاتيتهم رجعوا لحرارة المطبخ في عقلهم و بعد بش نشويهم كيف كيف مع البروشيت الجيش بش نعمل كعبة مرقز حاتيت كعبة مرقز بش نشويهم نكمل مع سلايت بش نحضر سلاتة تونسية قصيت تماطم و فقوس و بصل طوى بش نفوحهم فوحهم في كسكيس بش ما يسيبوا ليش المين بعد فسحن التونسي شنو فوحة ملح و شويف لكحل و قوة سلاتة تونسية هي نعنيع الشيح حات حات شوية نعنيع الشيح خلط زيتهم شوية زيزيتونا بتبيعة و خلط و خليتهم يتسقطروا على رويحهم و هكا سلاتة تونسية حضرت طابت اسفنيريا خرجتها في نفس الكسرونة اللي اسمت فيها باقل معون غفزتها كيكا ولا بالفرشيتا رحيت لها 3 فصوص ثوم ولا نجمو حتى الثوم كين تحبو ما تحبوش مطعم الثوم يكون قوي نجمو تسمتوهم ولا تفوروهم مع اسفنيريا فوحتها شوية ملح شوية في الاكحل و حاتيت هريسة عربي هريسة العربي تبنانها بالجدي والكروية قولو سلاتة مكحورية معنيها انفوحوها بالكروية ما عندكش كروية حط شوية تابل وكملت لهني هرستها بالبيهي فغزتها بالبيهي بشدش رطبة و مجيش هكا خشينا تكون القش القش و حاتيت شوية زيتونة بتبيعة وكملت خلطها و هكا سلاتة مكحورية متاعنا حاضرة ارجعت للخبز على خاطر شاية الخبز ماشال خمر هبطوا من الغوبو ولكن وين خليته هاي خمر وهونيا بش نقسم الخبز او كما تحبو تحبو خبزة كبار و الخبزة صغار نستوي العجينة ان كعبرها انا عملت خبزة تكبار ومبعد قسمتهم كعبرت العجينة بالبيهي وناخذها بالكعبورة ونحل فيها هاوكا كي نلسقات لكم فوق الطاولة حطوا شوية فارينة نحلوها كي نحبو بيدينة ولا بالقلقال الخشن هذية هاوكا ونحطها تخمر فوق فوق المنديلة كعبت ليو تسقطروا بالبيهي ونقعد دي كين بش نحطهم في سحنة تقديم رصفتهم في البلاتو هذية وهكا كانت النتيجة الحق نوتكم ومن شاهيكم اه طاول بش نحضر سحنة تونسي اختيت مقلة حتيت فيها شوية زيت وبش نطيب العظم طيبت العظم كي ما تحبو فما ليحبو يكون عظمو مروب فما العظم طيب العظم فوحتو شوية ملح وشوية فلفل اكحل بالنسبة للشربة ساي خسك تابت طاوة مقعد اللي كان بش نرمي شوية في رويد مير كالسورجولي ساشي بتاع السورجولي هذي كفيها رطل طيب ما شاء الله نجمو نقسمو حتى على خمسة ستة مرات ولهني رميت شربة عندي شربة زيوين اه مش زيوين اي شربة زيوين هذي كولا لسنة عصفور لسنة عصفور تكون نخشينا شوية زيوين تكون صغيرة هكا هاو هوني بيهي شربات فقط نغطيها خمسة دقايق سبعة دقايق ونطفي عليها السلاتة من شوية عندي حاضرة مستحقيتش بش نعمل سلاتة من شوية جبتها من الكونجيلاتور وخليتها تتسقطر فواحت هاك العادة شوي زيتونة اه ملح شوية دابل شوية فلفل اكحل وخلتها وهكا كينت سلاتة من شوية متاعي حاضرة تاو كل شي حاضر مقعد لي كين مش نعمل سحان سحانة تونسية متاعي حاتيت كعبت العظام في الوسط حاتيت زينو كيف ما تحبوا حاتيت نص سحان سلاتة من شوية ونص الاخر حاتيت سلاتة كحورية دورت سحان الكل بسلاتة التونسية وزيت حاتيت من فوق البطاطة هذيك اللي سمتتها وحليت الهريسة في شوية ماء وشوية زيتونة بما نهريس تحقق ميش في وحفوحتها شوية ملح شوية في الاكحل حاتيت زيتون حاتيت بريونت نحطو اللي نحب عليه تونسي كي ما تعرفوا قد ما تخشوه قد ما يجي ابنين شوية كبار رشة زيتونة وهذا السحان التونسي متاع نحضر الوقت الينا حضرت سحان التونسي سيه الخبز خمر مرة ثانية انقبتو بالفرشيتة حاتيت المقلة تبقى اللي نطايب عليه الخبز سخن بالبيه وبديت نطايب الخبز نسخن المقلة بالكديه ونطايبو على نار متوسطة اول ما يشد روحو نقلبوه حاتيت غا كعبة المرقز يتشوي وفي مقلة ما حالزبتيش اللي زيت لحاتيت شاي سجوش تسخن المقلة بالكديه حاتيت كعبة المرقز بالنسبة لخبز نقعة كل مرة نقلة فيه من جيهة حاتيت اللي نتيب اللي بغو شيت من تعشيش تاوق والكباب الجيش بسيق سخن ورجع الحرات للغرفة باش انطايبهم سنعملهم في المقلة ولا عندي انا هذي لبريم تاع البانيني حاتيت طيبتهم حبيت هكا يجيوني يكل الخطوط هذيك من تاع الشويين حاتيت نشوي فيهم تخنتها بالكديه وثكرت عليهم وقعت كل مرة نتفاقت فيهم حاتا لي نتابو سي شربة تابوت مقعد لي كين مش نحطهم في الصحافي وهوني البغو شيت سي بخيسك تابو بالنسبة لخبز طيبتهم تليت الخبزات وجه وقفة بالبيهي وقعدوا لجنيب بيض خليتهم مع بعضها باش ما نقعدش كل واحدة نقعدوا يقف عليها شديدهم تليتا بالمنديلة خاطر مزيل وسخان وطيبت لجنيب بالكديه دونك نحمرو الخبز بالبيهي ويتيب ونطيبوها على نار متوسطة باش ما يجينيش من دخل معاشر هذي كشربة حضرت هذي الخبز قصيتو شبنين خفيف تري منودكم ومنشاهلكم شوفو حق تصويره وحدها تحكي هذي اسحن تونسي مشاخشخ بك اسلاية التونسية العزيز الغالين هذي اللي عملت لبروشات شيشتاوق وكباب الجيش ومعهم كعبة مرقز هكا كانس حين وهذو ما كعبة يويو للصهرية مع قهي وعربي وإلك ويستاي هذي اقتراحي لليوم وشاقا فاتري لليوم اللهم أقدمها نعمة وحفظها من الزويل إن شاء الله يكون عشبكم إن شاء الله تكون حسلة الإضافة وطواما قاعد لي كانوا قولكم إن شاء الله نقاكم على خير من هنا للفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة